أهلا بكم مشاهدي قناة الحياة أنا برحب بكم في حلقة جديدة النهاردة وحلقتنا النهاردة بعنوان مقتل السنوار وماذا بعد في الحلقة دي حنستعرض بعض الأحداث الهامة على الساحة الآن بعد تصويت السنوار هذا الأسبوع كيف سيغير ذلك مجرى الأمور في غزة؟ والسؤال الأهم من سيغير مجرى الأمور إن كان سيكون هناك تغيير؟ وهل سيكون لأهل غزة صوت في تقرير مصائرهم؟ أنا بصلي إنه يكون ده أهم أمر نتكلم فيه النهاردة إنه يكون لكم أنتم صوت في صناعة حياتكم وتقرير مصائركم وتغيير مصار ومجرى الدم اللي ماشي في وسطكم بيأكل كده يعني كل اللي في وشه وإنتوا اللي بتدفعه التعمل بالأمس أعلنت إسرائيل وأكدت مقتل السنوار وكان معاه اتنين أو تلاتة من رفاقه أنا مش متأكدة سمعت الناس بتقول اتنين وسمعت الناس بتقول تلاتة كانوا في مكان في غزة منطقة مهجرة بالكامل مدمرة بالكامل مهجورة وكان معهم فيما يعني ظهر على الصور اللي كانت موجودة معهم باسبورات معهم فلوس معهم سلاح ومن الواضح إنهم كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان آخر السنوار هو قائد حماس بعد طبعا محدش يعني مش عارف السنوار لكن طبعا مش لإنه أثاره الحلوة ولكن لأثار الدمار اللي تركها وفي فرق بين إنك تقول أنا عارف فلان علشان فلان ده عمل أعمال صلحة وأدم حاجات للمجتمع أو مثلا أنا عارف فلان ده لإنه في يوم أثر في حياتي بهذا الشكل باركني بهذا الشكل ولكن أن تعرف فلان لإنه قدم شر ده حاجة مختلفة فعندما نعرف السنوار هنعرفه بمصانع والناتج عن حياته هو قائد أو الضراع الحربي لحماس والعقل المدبر وراء 7 أكتوبر ويعني 7 أكتوبر ده كان حدث إرهابي كبير والسنوار هو أشرس من قاد هذا التنظيم كان شرس مع إسرائيل وكان شرس مع الفلسطينيين نفسهم في داخل غزة نفسها لي ضحايا ليس لهم حصر كان بيقودهم بالحديد والنار والكلام ده مش كلامي ده ناتج عن الكلام اللي بيقولوا الناس نفسهم اللي داخل غزة واللي خرجوا بقى ودلوقتي بيقولوا الحقيقة لأن السنوار مش موجود 7 أكتوبر كان إرهاب إرهاب بحت سواد بشاعة لما يمكن أن ينتج عن الفكر الإسلامي الكاره لكل ما هو إسرائيل وكان يعتبر 7 أكتوبر 23 أبشع الجرائم والهجمات على الإسرائيليين منذ محرق هتلر يعني طبعا أولا أول ما نقول إسرائيل يعني عايزة أكون حساسة لحساسياتكم يعني بيحصل كده حاجة في الأدان والضمائر العربية على طول بتعملكوا حساسية لكن أنا عايزة أقول إنه علشان نقدر نعيش مع الكل مع كل اللي حوالينا لازم نحاول يكون في بيننا تفاهم وإنه النهاردة بنشوف إنه التفاهم والتواصل مع إسرائيل حاصل في الدول العربية كتير حواليكم يعني بصلي إن الأمر يتغير وإن اللي بيسمع يسمع بأذان مفتوحة مش هدفي أدف عن إسرائيل النهاردة ولا هتكلم على إسرائيل خالص لكن هدفي إني أتكلم على الشعب الفلسطيني ده بيعاني من إيه هتقدر تعيش إزاي بكرة عندك اختيار النهاردة يوم فارق في التاريخ النهاردة يوم فارق في تاريخ الشعب الفلسطيني لإنه يستطيع اليوم إنه يجتمع ويقرر مصيره عندك فرصة عندك فرصة الآية اللي أنا حطيتها اللي هي من تثنية لما تروحوا على إعلان الحلقة هتشوفوا الآية دي موجودة تحتها الرب بيقول كده في تثنية تلاتين بيقول أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحية أنت ونسلك حط الآية دي أمامك النهاردة وإحنا بنسمع الأحداث وهتسمعوا حاجات لأول مرة تسمعوها لأنه اللي حاصل في المنطقة الحزب الله والضربة الكبيرة اللي بتمر بيها لبنان النهاردة بسبب إيران وحزب الله وأيضا غزة واللي بيحصل فيها بسبب أيضا إيران وحزب الله وحماس في حاجات لما اتكسرت ابتدى بقى إيه اللي جوه يطلع هدفي النهاردة إنك تبص حواليك وتعرف إن لك فرصة في الحياة أنا توقفت عند الآية دي النهاردة وقلتها رب يعني الجزء الأول من الآية بيقول أشهد عليكم السماء والأرض وروحت أبص كده على التفسيرات لقيت إنه في أحد التفسيرات بيقول فيها كده إنه الأرض فعلا بتشهد بتشهد للناتج اللي عليها مش هي تتكلم وتقول ده حصل والسماء هتتكلم وتقول ده حصل مش دي الفكرة الفكرة إنه الشر مكشوف أمام الله وأمام الجميع وإن الأرض بتشهد على نتائج أعمالك عندما ننظر إلى غزة اليوم وعندما ننظر إلى الضمار الناتج عن كل هذه الحروب الأرض هتشهد عليكم وتقول شايفين أنت واقف على أرض يا إما إنك تقول الأرض دي للرب زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس إنه يعني الأرض اللي بتدوسها أقدامكم تكون ليكم عشان تحطوا فيها كلمة الله وتعرفوا الناس عن محبة المسيح مش عشان تكون بتاعتكم تدمروها أنا يعني دي حاجة فكروا فيها أوكي لما بتسمعوا كلمة إسرائيل بتحصل حاجة كده في الأذان والضمائر العربية بتخليكم تخلي كل شيء مسموح حتى الإجرام والإرهاب فتبقى قابل إنه في 7 أكتوبر اغتصبوا السيدات وقتلوا وقطعوا وهما بيغتصروا وعائلات أطفالهم اتحطت في الأفران وولعوا فيها ما تقول ليش ما حصلش في فيديوهات بتقول ده الإرهابيين عملوا كده وهما بيصوروا ده فدي كانت نتيجة اللي عملوا لكن يعني إنت وإنتي كإنسان كلموا دمائركم اسألوا كده نفسكم لو الكلام ده تقال إنه تعمل في دولة عربية ولا تعمل في غزة ولا تعمل في مصر هتحس بإيه كل البشائع اللي احنا شفناها دي مقبولة عندكم لأنه بس سمعت إسرائيل وتشوف بقى الميديا مليانة بالتشفي أو يعني واحد ممكن يقول لك لا ده ما حصلش فينكروا الموضوع خالص وواحد يعدد وكده ينو ويقول لك أنا بعضد حقنا في الانتقام وكل النزاعات اللا إنسانية دي اللي خلت دمار على المنطقة كلها وأكتر الناس تأثرا بهذا الدمار هم شعب غزة كلمة من أول ما يعني سمعت الخبر مبارح وأنا بفكر في الكلمة دي لأنها كلها أقوله ده كلام كتابي الشر لا يجلب إلا الشر حماس عقيدة عقيدة أساسها الإسلام اللي بيعدد الانتقام والعدوان والقتل والحروب والإرهاب يعني كل اللي أنا قلته ده معدد بآيات قرآنية هي البانرز هي الدليل بتاع كل هذه المنظمات اللي بتسلب الإنسان عقله واختياره وإنسانيته في آية مهمة قوي في الكتاب المقدس بتقف كل أمام كل ضد أمام مش عارف أقول ضده ولا أمام الآية دي بتقف ضد كل ما يعلم الإسلام في ذلك وهي بقى إيه؟ إن غضب الإنسان لا يصنع بر الله غضبك لنفسك، غضبك لأرضك، غضبك لخناقة، غضبك لخوك، اللي ينتج شر لا يصنع بر الله كتاب المقدس يقول لا يغلب أنك الشر بل اغلب الشر بالخير وإن رأيت عدوك عطشان أو جعان، اتعموا وسئيه الآيات اللي أنتوا عارفينها وحفظينها، باركوا لعنيكم، باركوا لا تلعنوا، لا تجازوا الشر بالشر لينزع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب للأسف بقى الإسنوار وأمثاله احتفظوا واتغزوا على كل مرارة وغضب وصخط واتعاملوا بيها وما يزعى الإنسان إياه يحصون كل مهمة من قلبي للجميع النهاردة وخاصة المؤمنين أبناء الله إحنا لا نفرح في موت حد ولا نفرح بالموت خاصة يعني وخاصة الموت الأبدي لأنه هلاك إنسان لا يشفي قلب إنسان غضب عليه أنت لو غضبان تبقى مش مؤمن مش مؤمن بعمل الله في حياتك فالموت مايفرحش أنا نفسي مش فرحانة في موت السنوار أنا حزينة إنه هلاك الكتاب بيقول الله نفسه لا يصرب هلاك الشرير كررت الآية دي في الأيام دي كتير جدا في الأسبوع الماضية كتير جدا لأنه كل يوم في حد بيحصد نتيجة هذا الشر اللي اختاره ولأنه فعلا كتير من الأشرار هلاكه نصر الله واختياراته وكل الناس اللي راحوا والصفوف الأمامية لحماس والصفوف الأمامية لحزب الله وسيستمر الأمر إن لم يكن هناك سلام إن لم يكن هناك السعي للسلام أنا بصلي من أجلك كل الموجودين على الأرض الآن يا رب أنا بصلي إنه كل يتوب أمامك وإنك تبكت هذه القلوب يا رب إن كانت الحلقة دي النهاردة هتسمع من شخص واحد يرجع عن شره فأنا بصلي إنها تكون بركة لي وإنه فعلا ترجع عن الشر الله عايزك تكون إنسان ترى من منظوره الله محبة اللي ما تعلمناهوش في الإسلام اللي لا نعرفه اللي بيقولك تشفي قلبك بانتقامك من غيرك لكن أنا بقولك النهاردة توب واعرف محبة الله وكل الموجودين على الأرض الآن يا رب فرصة توبة ليهم جميعا لكن الواقع إنه كل هؤلاء اختاروا الشر فغلبهم السنوار وقادة حماس الإخوان المتعاونين مع إيران يعني يعني شان أصلح الجملة اللي أنا قلتها دي قادة حماس أساسهم إخوان مسلمين هم مش متعاونين بق مع إيران هما اشترتهم إيران فتستخدمهم إيران فسببوا هلاك أهلهم أولا أنا عايزاكم تشوفوا وتسمعوا أهل غزة بيقولوا إيه مش من عندي دول أهل غزة ديارنا السنوار اتقل البلد السنوار وانجب جلال الله أبو الدنيا منا بس وحية طامن حيطران الناس اللي هو بها عجب الله فيك سنوار وينما تودها وانجد انتم حزنوا تدامه من الشعب ولم ينقضي هذا العام إلا وقد تحققت انفراجة كبيرة في الحياة على فكرة مش أنا اللي عملت الفيديو ده ده اللي عاملينه واخدينه من على الأرض يعني أنا مش أنا اللي كذبه كذابه ولا كل حاجة ولكن نتيجة عمله بتقول انه كذابه استخدم الناس لأنه يعني المفروض انه الحاكم راعي لشعبه القائد راعي لشعبه انت عايز تحرر الأرض علشان شعبك ولا عشان الشواء اللي هيفضلوا من حماس بقى يستمتعوا بيها ويعيثوا في الأرض فسادا يعني ده سؤال فإزاي الراجل ده كان راعي لشعبه شوف الجزء اللي جاي ده على قناة العربية في الساعة الأولى لانتشار الخبر الحقيقة الناس اللي أنا هحطهم لكم النهار ده دول معلقين يعني قالوا حاجات كتيرة تخليك تقف ويعني وتتساءل طب انتوا كنتوا فين من زمان يعني الأساتذ اللي ما تكلموش من زمان لأنه فيه رعب دلوقتي العالم اللي عارف الحقيقة واللي تأثر بالحقيقة أو كتير من اللي حتشوفوهم على الشاشات يعني في الحلقة دي مثلا بالتحديد حتلاقوا أنه منهم فلسطينيين كانوا عايشين في غزة وخرجوا منها لأنهم لم يستطيعوا الاحتمال خليني أخذ مكالمة أمسا عيمين أوكي أخت فريال أهلا بيكي حاببتي تفضلي أهلا مادام أماني كيفكم نشكر رب أهلا بيكي أخت فريال حضرتك من الجزائر من الجزائر وكنت على اتصال معك هذه مدة فيت عامين وأنا متابعة لبرنامجك أوكي ربنا يباركك حاببتي أنا سعيدة أنك بتتسلي متابعة ووفية وبحبك وبحب البرامج ومحتوى البرنامج ربنا تحية الرب لكل المشاهدين ولكلكم أوكي شكرا ليكي وأنت عبيرة طبعا ويعني يعني عبيرة عبيرة أنا عبيرة منذ سبع سنوات نعم نعم نشكر الرب من أجلك حاببتي وبصلي أنه تكون نعم مدام أماني ممكن مدخلة صغيرة طبعا تفضلي ممكن من فضلك تفضلي طبعا على 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 موضوع السنوار وقضية أنا مع الترامي إليك مدام أماني لكن أختلف معك في الرأي إلى أمكان الماليش شور طبعا فضلي مرسي كتير مرسي أنا بدون السنوار ويعني كل حرقة حامس من غير ما ندخل في الموضوع هم السبب مشاء يعني من بداية سبع أكتوبر الماضي وكل الحكاية يو وكي بس السنوار واحد فيه فرق بين واحد يدافع على أرض وعلى عرضه وبين واحد مغتصب ومع احترامتي للكل لكن جماعة حماس مقاومة تدافع على أرضها ودفع على الأرض حق مشروعي يا مدام أماني أوكي طيب طبعا الرأي اللي حضرتك بتقولي أنا أحترمه لكن يجب أن نحن ندرس الأمر يعني بصورة أوسعة أنا على البرنامج لم أتكلم عن الأرض وكان رأيي دايما أنه موضوع الخناء على الأرض ده ممكن يتحل وممكن يتحل على يعني في المفاوضات وأنا لما أتكلم عن الأرض بتاعت مين لكن الدراسات ممكن تقولك الأرض المين محدش عايز يخرج الناس دي من أرضها بالعكس في حلول سلمية كانت تكون أفضل كتير من المسبحة اللي عملها السنوار الهجوم الإرهابي وقتل المدنيين إرهاب إرهاب مش دفاع عن الوطن أوكي مادام أوكي من فضلك ألو أنا سمعاك تفضل من فضلك دقيقة أنا معاك لحد الهجوم كان غلط أصلا منذ البداية منذ بداية الهجوم 7 أكتوبر غلط في غلط لكن هما لا لا بس هما ما عندهمش ما عندهمش غير الهجومات المفاجئة علشان يكون ما شو بإلك علشان يفرضوا راي علشان يفرضوا نفسهم وعلشان يعني في مشكلة في اللغة ممكن تكلم بالمصر العادي يا اتكلمي إذا أنت عايز تفضلك هم بيهجموا وبيعملوا هجومات مفاجئة علشان يستردوا ولو قليل من المعتقلين ومحلهم الواحد ياخذوا رهائن علشان يعملوا إيشانج أوكي يعملوا إيشانج بص يا فري أنا يعني مش هاخد مش هدفي هم عملوا كده ليه دلوقتي عارف هدفي إيه واللي أنا هتكلم فيه في القادم هو ماذا بعد السنوار نعم كيف نعيش في كل حال أنا مش هاخد من وقتكم كتير إن شاء الله يا رب يعمل السلام في كل العالم أمين إحنا دولنا كمؤمنين بما إنك مؤمنة في ريال إنك تصلي من أجل سلام العالم بيروح دم سيدنا يسوع إن شاء الله يا رب في السلام يعمل كل العالم كل كل العالم أمين يا حبيب أمين شكراً لك الله يخليكي مادم أماني وسلام عليكم ودايما اكتبي لي يا فريال وتمنيني عليك أشكرك يا حبيب اكتبي لي على الواتساب وتمنيني عليك أوكي أوكي يلا مادم ربنا معاك أوكي شكراً طيب يعني أنا مبسوطة إنكم بتتصلوا وتقولوا أراءكم أنا مش بتكلم على الأرض ولا عايزة أتكلم على الأرض أنا بتكلم على مستقبل هذا الشعب وإنه مش كل الشعب راضي على كل الكلام أوكي الحل هو السلام أوكي خليني أروح بقى لأراء الناس اللي انتوا هتسمعوهم دلوقتي المعلقين مسلمين من نفس الأرض ينو وبيكلموا يعني عن مين هو السنوار بالنسبة لهم وبالنسبة للعالم أعتقد أن السنوار هو شخصية ميدانية أكثر من كونه شخصية سياسية وهذا مكمن الخطورة له بدليل أن الذي قام به في 7 أكتوبر لم يكن عمل سياسيا يعني هو عمل ضرب من الجنون الذي قام به لأنه تحدى إسرائيل بطريقة جهنمية وفتحت عليه أبواب جهنم لكن الأهم من هذا وذاك أن السنوار لم يأبه للمدنيين يعني كان يكابر كان شخصية عنيدة وغير متفاوضة وغير إنسانية كان لا يأبه للضحايا الذين يسقطون ولا للجوع ما هي التضحيات ما هو مفهوم الانتصار السنوار قطع جميع نقاطة الاتصال مع إسرائيل وكان يرفض كل المبادرات بما فيها المبادرات الأولى التي كانت من صالح الفلسطينيين ولكنها وناكن نقصت حضوضهم في المبادرات الأخيرة وآخرها مقترح بايدن لماذا لم نسمع هذا الكلام من قبل في ريال وكل اللي بيفكر زيك أنا بقوله أن هذا الرجل كان عائق في مسيرة السلام وأنه اللي عمله كان عمل غير محسوب لم يحسب حساب شعبه هو فكر أنهم هيدربوا دربة صغيرة وتبقى خناء صغيرة يقتل لهم كم واحد وياخد وياخد أسرة وإسرائيل قالت ادونا المختطفين نوقف الحرب أوكي كانت ممكن كان ممكن الأمر ينتهي ولكن كل الناس اللي كانت برة بما فيهم هنية كانت كل المفاوضات تقف لأن السنوار كان يرفض هو يعني تغاضى عن حاجات شعبه وخسر الشعب كل المفاوضات لمدة سنة كاملة وعشرات الألاف من الناس بتموت مش لأن إسرائيل بتضرب فقط بقول مش لأن إسرائيل بتضرب فقط ولكن يقول أيضا لأن القيادات الحمسوية لا تعتني بأرواح شعبها هو ما حسبش حساباته بطريقة مظبوطة وقال لك أنا يعني هعمل ضربة جمدة إسرائيل هتتعامي لا كل فعل لي رد فعل وإنت كنت بتقتل حتى المخطفين بالقصد وللأسف إن النتيجة النتيجة إيه واحد أمام ألاف من شعب غزة وكان اللي بيتكلم بيتقتل شوف اسمع الشخص بيقو أجمعين يا قصار الإطار بيقو اسمع اسمع برضو مرة تانية مش أنا اللي عاملة الفيديو ده دول الناس اللي هما نفسهم كانوا متقلمين الراجل اللي شفتوه ظهر كده بيقول حزبي الله ونعمل وكيل فيك يا حماس وهو وراء المتحدث اللي وقف قدام عدسات التليفزيون ده طلع الجزيرة اتقتل بعدها مباشرة لكن مش هو الوحده كتير اتقتلوا لانهم قالوا لأ او اعترضوا او الناس دي اللي طلعت على الفيديوهات دي كانوا بيطلعوا الفيديوهات كده ما كنتش بتلاقيهم بعد كده المجتمعات اللي تعودت على القمع تجد في انه مفاهمها بتختالت افكارها بتختالت بقولك ما عليش قصدو بسموح له انه يعمل كده علشان خاطر يعني هما اردهم اتخذة او انهم انه عايز يجد طرق للشعب الواقع اللي كان داخل غزة اللي هي اردهم اللي كانت جميلة وكويسة ومبنية وكل حاجة دلوقتي الواقع جوه البلاد دي انه هو كان يقمع اهلوا نفسهم وتسمعوا دلوقتي يوم ازاي كانوا بيقتلوا حتى شعبهم المجتمعات الاسلامية دائما لا تجد حلول بعيدة عن التلوح بالحرب كل مش عندك حل إلا الحرب يعني البطولية الزائفة اللي استلمناها من الاسلام اللي عايز تكلمه ارفع الصف وخلص عليه انا ليسا عاود اتكلم حتى ولو كانوا اللي انت بتتخنع معهم مسلمين خناء او خلاص شوف المزيعة يعني بتعلق على يعني ازاي حزب الناتو علق تعليق على وفاة الصنوار فهي يعني بتقولي هي برضو ما يصحش اسمها وركزوا معي على الطريقة كذلك التي تتحدث بها الناتو يقول لن نفتقده هناك شيء يعني لن نفتقده كيف يمكن تعليق على هكذا تصريح من الناتو يعني شوفي هو رحيل السنوار هو رحيل السنوار هو من ماصلحة العالم بطبيعة الحال انا اعتقد انه هو الثلاثة الشهور الماضية التي مضت لم يتوقعها لا حزب الله ولا حركة حماس مش من العالم استاذ فهد نعم مش من مصلحة المقاومة مثلا منذ اغتيال اسماعيل كانت رسالة 30 يوليو 2024 مقلبت الآية كلها في مثل غربي كذا يقولك العالم هو المحارة بتاعته يعني كل العالم ده بتاعان يعني كل حياة في لي اوكي صح او مات من غير ميتوب اصلا يعني اوكي لكن ده كانت مهمته في الحياة انه يعمل شر فمين في العالم اللي هيفتقد الشر والخراب اللي طال العالم كله من بداية هذه الحرب بتقولك يعني الراجل بيقول لها مش من مصلحة العالم اللي حصل فقتله بس يعني من مصلحة المقاومة يعني معلش هي من مصلحة المقاومة وانت بتبص على نقطة واحدة انه هذه المقاومة حتى لم ترى مصلحة شعبها لانه في الخارج كانوا بيحاولوا يعملوا مفاوضات وفي الداخل كانوا بيرفضوا وكانوا بيقتلوا وكانوا بيقمعوا شعبهم نفسه وكان نرجع نقول عليهم مقاومة وده بقى بنشوف يعني نشوف هنا اللغبطة في أفكار الناس والمبادئ الأخلاقية المعلق يقول لها السنوار رحيله كان من مصلحة العالم تقول له يعني لا مش يعني مش مهم مش كل العالم ده عشان مصلحة المقاومة يعني ايه مرة تانية ارجع اقول ان احنا في امام هذه المواقف بنلاقي كده انه علشان الاسلام يعيش كل لازم يموت يعني العالم كله ليس له قيمة أمام ما يدعو انه هو مقام ازاي ده منطق ولكن الناس اللي بتتكلم كده ده منطق الخوف بصراحة اتكلم على الشهور التلاتة الماضية اللي قلبت الموازين منذ اغتيال هنية اولا هنية لم تعلن اسرائيل انه هما اللي اختلوا لحد اليوم واسرائيل دائما بتعلن هما اتلوا مين ويثبتوا ويقولوا ازاي مش كده يعني اللي حصل في التلات شهور الاخيرة دي هي بقى انه اسرائيل بتهاجم من كل الجهات حماس حزب الله العراق اليمن سوريا ف اللي حصل ان اسرائيل بدأت في اغتيالات كل هؤلاء وضرب الكثير من المناطق يعني ما هو مش ضربني وبكى وسبعني ومش تكى مين اللي خطط سبع اكتوبر مع حماس ايران وحزب الله في سبع اكتوبر حصل حصل تمانية اكتوبر كان حزب الله بيضرب اسرائيل فسنة كاملة على ما اسرائيل ضربت تاني يعني معلش ليه ليه نحط نفسنا في مواقف محرجة وبعين نرجع نشتكي ليه واحد من المعلقين بيقول كده انه التلات شهور الاخرانية دي بقى حصل فيها انه ايران بقت في الكورنر وعلى فكرة معظم الشعب العربي عايز ايران تبقى في الكورنر العرب مش عايزين ايران تبقى في الصورة ولا تبقى قوة ولا تبقى مؤسرة لانها لا تخلق الا الارهاب ايضا اكي فبيقول واحد منهم كده انه وصل الموس لدقن حزب الله لما اغتالوا نصر الله وحزب الله بقى دلوقتي يقاتل على الوجود وليس الحدود ده رأي احد المعلقين السياسيين المنطقة كلها تهتز لانه واحد قرر يعمل عملية بهذا الغباء احد المعلقين الاخرين قال مين اللي دفع التمن ايران ام لبنان وغزة ودول عربة هوا بس دول قاعدين في وسط المعركة لانه يحيى السنوار كان العقبة الاولى امام اي مفاوضات ويقولوا ان قيادات حماس في الخارج هما اللي قالوا كده ماتبصولناش احنا بنحاول لكن السنوار مش عايز دلوقتي بقى النقطة الاهم ماذا بعد السنوار والموقف اللي احنا قدامه دلوقتي اما حياة وتكملة في طريق الحياة او طريق الموت اما بركة او لعنة والله بيقول في الاية دي بيقول كده اختار الحياة لكي تحيا انت ونسلك على فكرة انا عند اعلان مقتل السنوار انا ده كان امبرح الصبح وانا كان قريدي عندي حلقة متجهزة من للنهار ده غير الحلقة دي خالص اكي فانا قررت ان انا هتكلم في الموضوع اولا لان اول فكرة كانت عندي بيقول له رب القادم ايه ازاي نضع شفاق بقى ازاي نحل المشكلة بقى ازاي نعدد الشعب المقهور ده فقدوا منه الاف الناس كان الحياة والموت البركة واللعنة اختار انك تمشي معايا اختار انك تحبني اختار انك تطعني وانا احفظك انت ونسلك فهو كان بيقول للناس احنا نختار البركة او اللعنة دي اللغة بتاعتهم يعني ما هوش خطاب دمو هو بس بيقول انه هيكمل ا وحر مش انتو برضو النهار ده عندنا خطاب من حماس بيقولوا لا احنا مكملين برضو لكن انا لما اخترت الحلقة كانت الاية دي خاصة للناس المقهورة على الارض اختاروا الحياة اختاروا انه يكون لكم صوت اختاروا انكم لا تقبلوا انكم تكونوا مقودين في حلقة مفرغة من الشر لما بنقابل مشكلة يعني اول ما حصلت الحكاية دي انا حسيت انه اوكي بكرة ايه الحل ايه لما بنقابل مشكلة لازم نلاقي الحل الحل المعقول اللي هتدي حياة لابنائكم بقى لابنائنا اولاد بكرة هيحصل لهم ايه هيتربوا ازاي مين هو الطيار اللي هيقود المرحلة الجاي انتوا عايزين مين تقدروا تغيروا ده اعتقد انكم تقدروا اسمع تعليقات المعلقين السياسيين يعني هذه حرب مختلفة ويجب ان نقرأها بشكل جيد انا اعتقد انه الان التحدي على حركة حماس انها تذهب الى مسار التفاور تذهب الى يوم 6 اكتوبر غزة ما قبل 7 اكتوبر اللي هو التنمية الدعم الدولي الى اخره الرخاء الامن الى اخره التحدي ايضا عند حركة حماس ان من هو التيار طبعا هناك انقسام داخل حركة حماس من هو التيار الذي سيمسك بزمام الحركة هناك تقادف لكرة النار بين قادة حركة حماس هل هناك تيار معتدل داخل حركة حماس يفضل للتفاول ويقبل بالمبادرات ويجلس مع اسرائيل ويأخذ ويعطي ويتجاوب مع الاوروبيين في وساطتهم ومع المصريين في المبادرة العربية التي هي محل تفويض من جميع الدول العربية شايفين هنا وجهة النظر العامة لأهل البلد هناك لأهل المنطقة هناك بيقول وهو انه دلوقتي ارجعوا بقى لستة أكتوبر بلاش تروحوا لسبعة أكتوبر كان عندكوا فرصة للسلام كان عندكوا فرصة للحياة الكريمة اسمعنا قد ايه من أهل غزة بيقولوا انهما كانوا بيخرجوا وكانوا بيشتغلوا وكان عندهم حياة كان عندهم بيجوزوا عيالهم بنوا بيوت فيه الفقير وفيه الغني وفيه كل حاجة وفيه مشاكل ايوة وفيه اتهدات ايوة وفيه شعبين خايفين من بعض فبتحصل مشاكل لا بقول ان اسرائيل ملايكة ولا بقول انه فلسطين ملايكة اللي اتنين عندهم مشاكل لكن اللي اتنين واحد في حتة أرض واحدة يجب الرجل قال ايه احنا لازم نروح لستة أكتوبر ننظر الاحتياجات الناس التنمية والدعم الدولي والرخاء الى آخره يعني ده كان موجود لكن التحدي اللي واقف امام هذا هو الطيارة الذي سيقود فيه انقسام في الحركة وقال عبارة يعني مهمة اوية هناك تقاذف لكرة النار بين القادة وكرروا العبارة دي كتير لان دلوقتي القادة الموجودين خايفين يمسكوا او مش عايزين يمسكوا لان مش عايزين يبقى لهم بقى يكملوا مسيرة السنوار دلوقتي جاي لي واحد على الفيسبوك بيقول بعد مقتل السنوار سوف يأتي سنوار اخر وتستمر المقاومة الى ان يرث الله الارض ومن عليها في اسم يسوع انا بصلي انك تفهم معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده سيأتي مدمر اخر سيأتي قاتل اخر سيأتي من يقتل شعب اخر الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذا الاله الذي يحردكم على الموت ومحبة الموت من اجله شوفوا الذي يرضى يعني اللي بتردي الحرب والدماء هو اله الشر فقط لكن اله القدوس يريد لك ان تكون لك حياة ويكون لك افضل دائما حياة الفرق بين الحياة والموت شايفين كان بيقول انه في المفاوضات السلمية هتخليكم تنضموا لناس زي مصر ودول اوروبا اللي بتتكلم عنك ودول العربية اللي انضمت دلوقتي المفاوضات والصلح مع اسرائيل او السلام مع اسرائيل او التطبيع مع اسرائيل لكن احنا عندنا عقدة ومن يدفع الثمن الناس اللي على الارض ده اهم مقطع في الحلقة دي في ناس بدأت في العالم العربي مصر عندك السعودية المغرب السعودية الامير كان بيقول احنا دلوقتي عندنا اسرائيليين بيجوا ويروحوا ويعملوا سياحة وبنشوف كل يوم فيديوهات ومش عارف ايه وبيعملوا بيزنس ويعني الامارات ناس عايشين في سلام مع بعض وهيكون في رخاء وهيكون في تقدم امشوا مع الناس اللي تبتدي معاكم التفاوض علشان يحيا هذا الشعب المكلوم الخطوة القادمة واللي كان على قلبي هي مهمة ليكم والأولادكم هل هل حنستمر في تربية أطفال أعظم أحلامهم أنه يطلع قاتل أو يطعن أو يدهس يقول لك عايز تطلع زي هذا الشخص الموجود في الصورة أمامنا للأسف لما تنظر إليه تفتكر أنه قائد منتصر وعظيم والناس كلها بتحييه لكن كل خطوة خطاها خطاها على دماء الأبرياء إلى أن ونرفع هذا الشعب بشكل جدي أمام الله في المقطع اللي جايد هنشوف أنه في يعني تغيير سريع في حركة حماس خارج غزة خلينا نشوف خالد مشعل لا يريد خالد مشعل خرب منها خالد مشعل أمس أو اليوم يعني قبل الحلقة بقليل ورد عاجل بأنه يريد أن يكلف منظم التحرير بتولي كل ملفات التفاوض عن القضية فبالتالي خلص يحمل المسؤولية على خلاف ما كان يتحدث بالأمس كان يتحدث هذا يعتمد على الموقف الإيراني يعتمد على ماذا تريد إيران قبل مبارح كان بيقول حاجة وبعدين أول ما حصل مقتل السنوار قال لا أنا مش عايز وأنا حدي كل الملفات لمنظمات التحرير كويس أنكم تتفقوا على حد يقود يكون قادر يقعد على الترابيزة مع الناس ويعمل مفاوضات من أجلكم ده كويس وما يكونش شايف حاجة لمصلحته هو ويكون عايز مصلحة الشعب فعلا لكن الرجل اللي بنتكلم عنه هل هو فعلا يهتم بالناس ولا أول بقى ما خاف على نفسه ما هو حيتصاد هو كمان والمشكلة بقى يعني أنه إيران هي العامل الأساسي في قيادة كل ده وبيقول كده أنه إيران تضرب وتقرر ولبنان وغزة يدفعون التمن لازم تجدوا من سيقود هذا الشعب للشعب وليس لقيادة عسكرية وأيدولوجية دينية بتقودها الكراهية زي السنوار كان يدعى سفاح خنيونس لأنه كان بيقتل الفلسطينيين أيضا إذا خلفوا خالد مشعل ودلوقتي قالت لأ أو خالد الحية دا أو أخوه محمد السنوار حيكونوا نفس نفس الحكاية فقولوا لأ المعلق اللي هتسمعوه ده فلسطيني يعيش خارج غزة دم يكن سياسيا بالمطلق هو عسكري وعنده رؤيته العسكرية والأمنية والأمنية تشكيله للمنطلق مجد أو مجد تمام اللي هو هدف تنظيمي لملاحقة العملاء وتطهير غزة من العملاء الشيء الثاني قضية 7 أكتوبر وما قام به فبالتالي هو لا يؤمن بموضوع السياسي في قضية تقاسم الأدوار أنا لا أعتقد أنه عندها تقاسم أدوار هو لا لم يكن يؤمن بتقاسم الأدوار حدثنا قليلا عن مشاهداتك عن فتر التطهير ومثلا لقطاع غزة كان لها قبول حدثنا عن هذه المرحلة لا لم يكن بمعنى القبول وفيه أمر واقع يعني فيه فارض وقوة بالأمن وبالمنطق العسكر بدي يحكم غزة بهذا المنطق الرجل ده عاش الكلام ده السنوار عمل لجنة خاصة يعني عمل جيش خاص جوه كده علشان إيه يمسك الناس اللي هو شايف أنه هم ممكن يكونوا لا يدينوا بالولاء لحماس أي حد عايز يطلع من تحت الغطى لازم يقتل يعاقب قيادات حماس حتى فيه داخل السجون الإسرائيلية بيقتلوا بعض يقول لك ده مع الفريق ده وده مع الفريق ده وكانوا بيقتلوا بعض وما زالوا بيعملوا كده زيهم زي أي مجتمع في الإجرام سائد بهذا الشكل لأنه أنا عندي عقيدة هي اللي بتقود ده إذا خرجت عن العقيدة الدينية اللي بتقود كل هذه الأفكار لو حد قال لك لا طبا أنا مش عايزة حارب طبا أنا مش عايزة أفجر نفسي لا إزاي متفجرش نفسي خليني أخد مكالمة ألو سلام المسيح أهلا بحضرتك سلام المسيح يسعوا معنا كلنا إذن الله أمين يا حبيب أهلا بحضرتك من أي منطقة في لبنان كمانا خليني طيب اوكي خلاص تفضل حبي بس كمانا زيد شوي علي عم بتقوله الأخط عم بتقولي حضرتك تفضل هي أنه التي اغتيلها من كم يوم بارح مبارف السنوار السنوار نحن عنا سنوار أكبر نحن 30 سنة إذا واحد حكي كلمة يغتلوه الصحافة بين غدر وبين قتل نعم أنا تكلمت في الموضوع ده بالتفصيل في حلقة الماضية عن موضوع لبنان طبعا وحزب الله اي اسمها حزب الله عن حزب الشيطان يعني 30 سنة 30 سنة حكموا البلد سيطروا على الدولة جابوا رأسها كما هن بريدوا وكان كلامه من أول ما بلش كان بعضه شاب انه مطرح ما بين وجده حزب الله بيحكموا للبلد اسلامي نعم وهم مش هما اللي بيحكموا كمان ده هي المسألة كلها ان إيران هي اللي بتحكم اي اوكي رجع استعذر من بعد كذا سنة تكفى مسيرته نعم اختربت الدولة اختربوا البنوكة جاءوا العالم دوما فيه كله يتهرب لبرة السلحة فتة جوة نعم حبوب البنتاجون بيعملوها معامل على عينك يا تيجا يعني تم قاتيل راح قبل ما يعملوا حرب حتى على اسرائيل مش السنة من كذا سنة يعني ما منقدر نقلكون شو اللي صار بلبنان من اغتيالات من خطف من هجومات وما حدا بيقدر يفتح تمو رئيس جمهورية ممنوعية يجيبه وغير على زوء نعم بس عايزة اقول لك حاجة طبعا اختينا ما عرفش اسمك لكن عايزة اقول لك ان قلوبنا معاكم وانا لقى اقارب قريبين مني في لبنان عشت معاكم ده من سنين طويلة وكل سنين الحرب وكذا لكن عايزة اقول لك انه برضا تفضل بعد بدزيت شغلة انه مثلا انه لبنان شو دخله اذا هو مقاومة لبنانية شو دخله بغزة مثلا نعم نحنا لابدنا نفوت نحارب بغزة تمانا ولا غزة كتا عايزة تحارب هي كمان صدقيني بس خليني اقول لك حاجة هدف الحلقة والحلقة اللي عملتها كمان عن حزب الله والحادات في لبنان انه النهاردة لبنان عندهم فرصة انهم يختاروا يقرروا مصائرهم يمكن عندكم الفرصة متاحة اكتر الشعب الغزاوي في يعني مش لاقي الميا والاكل والدواء مزبوط مزبوط كلنا مع شعب غزة نعم كلنا مع شعب غزة ويعرفوا كمانا انه فلسطينية عنا كمانا بالبنان طبعا يعني من زمان من كل الميلان اه من زمان بس انا سعيدة انك ان دود ان دود كمانا حماس اللي موجودين كتير ضد حماس كتير العقلاء يعني كثيرين مش بقول ان اللي مع حماس مش عقلاء بس هم يعني يفكروا شوي يعني بسي انا سعيدة بتصال يلي بيعرفوا الله هدفهم كل القصة مثل ما عم بتقولي معكحة مية بالمية انه هيدا مخطط بدون يعمروا المنطقة اسلامية ونحن الاسلام هدفه كده دائما اينما كان واينما وجد انه الكل بقى تحت سيطرة الاسلام لكن مع انه اسلام لبنان اسلام لبنان نحن نحن وياهن اخوة نحن وياهن بقى احنا بنتكلم عن العقيدة مش عن الاشخاص يعني العقيدة ايه مش عن الاشخاص ماكحة نعم بس يعني عم بفرقوا حتى اللي رحنا عايشين معهم نحنا 18 طايفة يس انا عارف ماكي مشكل مع بعضنا ابدا طيب رسلنا لمطرح انا حب اشكرك بس لانه لازم اختم الحلقة وعايزاك تسمعي ختم الحلقة معك حق بس بدي اقليك بقسم يسوع بقسم يسوع بقسم يسوع ولا لبنان ولا غزة ياس صحي يغيروا فكر بالشي يعني يسوع معنا وحامينا وحامي كل لبنان وكل طايف لبنان انا سعيدة جدا باتصالك وتقدري دايما تكلميني على الواتساب وتكتبيلي وتشاركوني باخباركم في لبنان ايضا الرب يبرككم خلي صلي لبنان وانتي معي يا رب احنا ايضا نرفع امامك ارض لبنان مؤمنين نكناك يا رب والناس اللي محتاجين ان هما يعرفوك بنسألك يا رب انك ترفع يد الشر عن هذه الارض وانك تحفظهم وتحصن قلوبهم بمعرفتك وانه كل مؤمن ومؤمنة اليوم يكونوا راكعين امامك يا رب بيصلوا من اجل سلام الارض في اسم يسوع امين امين يا رب امين يا رب شكرا حبيبتي الرب يبركك شكرا لك اوكي خليني اعريكم الفيديو الاخير ونختم تفضل اود اشير اذا نقطتين بم يكن سياسيا بالمطلق هو عسكري ويعني عنده رؤيته العسكري والامنية والامنية تشكيله للمجد او مجد تمام اللي هو هدف تنظيمي لملاحقة العملاء وتطهير غزة من العملاء الشيء الثاني قضية سبعة اكتوبر وما قام به فبالتالي هو لا يؤمن بموضوع السياسي في قضية تقاسم الادوار انا لا اعتقد انه عنده تقاسم الادوار هو لا لم يكن يؤمن بتقاسم الادوار حدثنا قليلا عن مشاهداتك عن فترة زاهرنا انا اعادت نفس الفيديو بس خلاص دلوقتي خليني اكمل في الختام شوفوا زي ما قلت انه سمعنا كتير من شعب غزة وسمعنا اديكوا سمعتوا صوت من فلسطين غالبا دايما الناس اللي برا بتتكلم بصورة مختلفة لكن عايزة اقول برضو ان انا ليه اصدقاء وناس قريبين جدا من قلبي من فلسطين بيعيشوا اتجاه اضطهاد داخل اسرائيل فلازم ما ننساش ده احنا مش نسين ده ولكن اذكركم انه طريقنا هو طريق السلام طريقنا هو كلمات الله اللي تعطي شفاء للقلب وللأرض ايضا عايزة اقول للشعب الفلسطيني انتم اللي دفعتم كل الاتمان البهزة جدا لاختيارات هؤلاء وفعلا ولا واحد فيهم يعوضكم عن حيطة وقعت من بيت او نقطة دم غالية من ابن او من اهلكم او من بنت او من الاهالي في ناس وقفة بطولها عائلتهم كلهم راحوا نعم نعم لكم الحق في الحياة مش انا اللي بقول الله اللي بيقول والحياة الكريمة والحياة الحرة والحياة الامنة وكذلك جارك الاسرائيلي لي نفس الحق نكون مخطئين لو لم نرى ذلك وانا ما بلومهمش على انهم بيدفع عن انفسهم وانهم منوش الغدر مرة اخرى من اللي حصل لهم كلنا بنتكلم عن خبرات خبرات عشناها خبرات سيئة تخلينا نبص البكرة بشكل مختلف فانا ممكن اختار ان انا اتعامل من قلبي بصورة مختلفة وغير فكري خالد الحياة ده اعلن النهاردة مقتل السنوار وعظمه وبجله وفخم فيه وكل ده امام شعب غزة المكلوم المدبوح اوكي واللي مش تقي ميا ولا اكل ولا دواء وعندهم مشاكل قد كده وده عمال يقول الفخر الام اوكي ولكنه ايضا اعلن انه هما مستمرين في نفس الطريقة في الحرب ولا عودة لا عودة للمخطفين سؤالي ليكم النهاردة ما هو اختيارك انت انت فلسطيني يعني انسان اب ام شاب انت عايز الحياة حربكم داخلية داخلية الشر موجود على ارضكم وعليكم انكم تختاروا ان تقودوا انتم حياتكم بانفسكم حماس في بدايته دمر يعني القادة اللي كانوا قبل كده فتح قتل منهم قد كده واولادكم وكل ده لا تسمحوا بهذا مرة اخرى ما فيش حاجة تانية تخسروها فقوم الشر اللي موجود في وسطكم ما تدهمش يعني انفاس حياة مرة اخرى الكتاب المقدس بيعلمنا يعني كلمة كده مباشرة من الله لينا جميعا كشعوب وافراد والمؤمنين خاصة اذا اذا تواضع اسماعي الادي اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الراضية فاني اسمع من السماء اغفر خطياهم وابرئ ارضهم ودي صلاتي ليكم النهار ده وبدعوا المؤمنين بالمسيح حول العالم الان انهم يصلوا معايا لخلاصكم من كل الشر المحيط بكم يا رب احنا نتواضع امامك ونصلي من اجل هذه الشعوب المكلومة ونصلي سلامك على الارض اصلي يا رب من اجل شعب فلسطين واصلي من اجل شعب اسرائيل ايضا يا رب ومن اجل شعب لبنان ايضا يا رب انت الحامي الوحيد للجميع لكل المجد والكرم اشكركم والى اللقاء